تفصلي هون تقدري بصعوبة بتفصلي لأنه بتصيري تلقطي مكامل الخلال أكتر بس أنه بني هاي مش منطرة أفصل يعني ماني بيجوري ومنطرة أفصل يعني أنا قاعدة ببيتي عم تابع ماني مش منطرة أفصل بهذا الحال بس بقارن يعني يخدمون أنه يمكن أنا هوني كنت سألت هيدا السؤال بدل هيدا السؤال أنه ليه ما كملت أو كملت معه للآخر أنه أحيانا بيصال المحلة نقطة كتير دقيقة بتقولي خلص خبط السؤال اللي هو يعني يعني تشوفي كوع راحة مكان آخر أو بتكون قلة حنكة ودراية وإدراك أو بيكون هو مقرر يكوع ما بديفوت بهالموضوع ما بعرف بس أنه أحيانا بنمتر كمان أحيانا بعصب أو أكون عم بحضر حلقة أنه أنت قادر تطلع منا شي كتير تركته كوعت بغير طريق بدل ما توصل للآخر لا هيدا فيه إصاص بتعصبني منه يمكن لأنوا أنتو الأعلميين اللي كتير بالتخطلته مع السياسيين وبتفوتوا فيها تفوتوا فيها لآخر تعرفوا يمكن أشياء يمكن المواطنيين ما بيعارفوها طبيعي لهيدا السبب يمكن تطلب من المحاول أنه بعد يفوت أكتر لا طبيعي وبعدين أنت واش بك بإنهان كنت بتعرفي وإنما كنت بتعرفي إذا كنت بتعرفي بتكوني بديك تشاركي المواطن هذا الشي اللي بتعرفي بس مش يطلع مني يطلع منه للضيف وإن ما كنت بتعفي بتكوني أنت مع المواطن بديك تعرفي ببني هي أنت بستوديو أنت إلى جانب المواطن دائما فأنت شوي الناس بيشوفوا فيك أنك لسان حالهم بديك هالقد تروحي أنك عن جد تكوني لسان حال المواطن عن جد بديك تكوني الشخص يعني عم بيفوت على عقل كل إنسان ويسأل الأسئلة يلي الناس بديك تعرفها يلي الناس مهتمة أنها تعرفها مش بس يلي الضيف هو بده يقوله يعني هون المحاور مثل ما قلت قبل شوي هو لسان حال الناس مش حدا عم يبرز عضلاته حدا عم بيجرب هيك يكله راسه للسياسة يلي بنفوت على حوار هو فيت بنفسية أو بغاية أو بهدف برز عضلاته ويكل مفكر ونفوت يكل راس ضيفه ويدمر ضيفه أنا برأيه منه أهلني أصلا منه ما كانه الطبيعي مش بالحوار لأنه الحوار هو حوار هو طبعا أنت أحيانا مضطرة تلعب لعبة دور محام الشيطان مضطرة تلعب دور الطرف الآخر مضطرة تلعب أدوار غير أدوارك الطبيعية ولكن في سياء معين وفي خلينا نقول في ألف باق للحوار وفي مدهجية للحوار هون هيدا إذا إنت طلعت عنا هيدا منه مش شطارة مش عطور كسر التقاليد بيكون شطارة لا مش عطور في أوقات كمانة بتحسسي للضيف أنك أنت مقتنعة باللي هو عم بيقوله بينما أنت ما بتكون مقتنعة لا أنا وقتل ما بكون مقتنعة بقوله أكتر من مرة على الهواء واللي بيتابعني بيعرف بيقوله ما قنعتني بس رح روح أغير موضوع لأنه بيكون خلص يعني استنفدنا كل الحوار بهيدا الموضوع بننقل على محور آخر أو على موضوع آخر كون يعني مضطرة أني وقف النقاش بس بقول أنك بقوله أكتر من مرة على الهواء اللي طب التيع بوجمين كتير ناس كتير ضيوف كانوا موجودين يعني أنه أنا ما قتنعت معك هون ومفتكن مواطن ما قتنع معك بس أنه سأكتف بهذا القدر بهيدا المحور لحترق أنه قل على محور آخر بإنه هي عنديك حلقة لا تتمحور على سؤال واحد أو موضوع واحد بالنسبة تعرف كتير إشياء غير هيدا المواضيع بس تقولك شي يا ران بلبنان ما بقى حدا يقدريت حكى أحدا أول شي المواطن لبناني زكي جدا ومسيس جدا ومتابع جدا يعني حتى السياسة إذا كان فيه أي خليني أقول إذا ما فيه ما بدي أقول كذب إذا ما فيه حقيقة أو خيوط حقيقة بكلامه مكشوف هو مكشوف للناس يعني الناس أنت بتعرفي قدي الولد الصغير باللبنان بيحكي سياسة ومتابع سياسة فما بقى فيه شي بيتخبع على المواطن ما بقى فيه شي بيتخبع على المواطن أنا قلت بالمؤدمة أنك بتدرسي الضيف بنيقات ضعفه وبنيقات قوته لما بتفوتي على المقابلة بتفوتي مجهزة حالك بكل شي بكل ملفك بيبقى جاهز ولا بتضطري أوقات تستنج من الضيف لتفوتي معه بمواضيع لا أكيد بدك تستنج من الضيف أوقات تفوتي لأنه أيام أنت بتكوني طبعا أنا محضرة حلقتيك يعني محضرة محاور حلقتيك عارفة حالك شفيته تحكي بس لما أن اليوم أنت مش والله المنهجي أنه أنا حاطة قدامي هيدا المحاور أو هيدا الأسئلة بدي أمشي فيها بالدور لا أنت أيام بتكوني حاطة أسئلة بتكون بيكون ضيفيك أورادي جواب عليهم مش معناتها جواب عليهم بالمؤذمة إيه مش معناتها أنه أنت مضطرة أنه لا والله لأنه بكتبين هؤلاء الأسئلة أنا بدي أسألهم وأحيانا كتير بيقعوا فيها بعض الإعلاميين المحاورين أنه بيقلوا نظيف جواب ما قلت لكم ما قلت لكم أو جواب تكون عن هذا الموضوع فلأ هي ثلاثة رباعة الحلقات عادة تاني بتكون استنتاج يعني اليوم إذا ضيفة تحلك موضوع جدا مهم ما بتروحي معه بتسكري له إيه لأنه مش مكتوب عندك على اليسطة أكيد لا بديك تروحي معه بديك تمشي بهوى الحلقة بس بشكل أنه مش الضيف هو اللي يمسك الدفة لأنه لما نظيفة بيمسك الدفة يعني فلتة الحلقة صحيح محاور صحيح فبديك تضلك محاوزة على الدفة بإيدك بس إذا هو عم يفتح لك بواب إنك تتوسعي أكتر بأمور ما كانت معروفة لش لا بديك تلحقيه فيها للآخر وتروحي فيها يعني هوني مش نيك بعدين أنا بحواري أنا باعتمد على فكرة إراحة الضيف حتى بالشكل كيف إراحة تضيف بالشكل أهمى شي الكرسي عنا مشكلة بكرسي تستوديو نحنا إن شاء الله قريبا خلنا ويعدينا مئة مرة نغيرها يعني الكرسي بالجديد الكراسي عنا بالدكور الجديد هني ستولز شوي بيشبهوا كراسي البار فما كتير مريحين بقعدة ساعة ونص على الهوى فإن شاء الله يعني على أمل هني بالشكل كتير حلوين ومتناسقين مع الدكور بدأ نجرب نلقي كراسي حلوة ومتناسقين مع الدكور بس مريحة بنفس الوقت عم تاخد لقصة شوي توقيت فإلا إن شاء الله خير يعني إن شاء الله خير بهالموضوع بس أنا كنت عم بحكي بإراحة الضيف كيف اليوم كترة العجقة بتلبك يعني أنا من العالم ما بدي أحكي عن حالي يعني صار عند الخبرة اللي انزل فيها بورقة وحدة على الستوديو حتى محاور مش مجموعة أسئلة كيبس الموضوع بعدهم لأنه الأسئلة بديك حتى نقاط الأساسية حتى عن شو بديك تحكي التفاصيل بالنهاية صارت موجودة براسنا يعني صارت تعرف تستنبطي سؤال طبعا بحاجة إنك تكتبي أو شي بعدين قد ما بتكوني أنت نازلي سامبل ما تحطي ما تفرجيه لتضيف قدامك إلا ورقة قد ما هو بيرتاح نفسيا وبيعطي ما بيقول يا جايبت لي ملفات هلأ وبدأت فوتني بمتهات وليك كم ورقة حاطة قدامه في ديوف بتفكر بهذه الطريقة فقد ما أنت بتكوني مريحتي جارتين قدامك مع ورقة أنا ببسيط بإيديك وانت بلغتك الجسدية مريحتي ومرتاحة معه قد ما بيكون ضيف مرتاحة أكتر وقد ما بتكوني كمان عينك بعينه ومحسستي إنه أنت مهتمة لجوابه ومش عين على الآيباد وعين على التليفون وعين على الورقة وعين على الجريدة صغاء يعني بيضيع بيضيع ضيف بيضيع ببطل هو يعطي قد ما بتكوني مصغية لقلو قد ما بتقدري تلحقي على الكلمة وقد ما بتقدري تعمقي معه أكتر وقد ما بتريحي طلحك فباعتمد أنا هيدا لينجح الحوار بده تحضير كافي يعني تحضير تحضير جيد وإصغاء أكيد بخلال الحديث بده تحضير بس قد ما تكوني محضرة إذا منك مصغية أنا برأي بينفقد جزء كبير من نجاح الحلقة بينفقد جزء كبير لأنه أحيانا خاصة السياسيين بيزدتوا كلمات مبطنة بيزدتوا كلمة هيك بيرموها عشوائية يا بطل قطية يا مطل قطية وإذا لا قطية ممكن توصلك لأماكن تكشف فيها أمور كتير مشان هيك الأصغاء أنا بالنسبة لألي شيء كتير مهم أكتر من الشيء اللي أنت بتكوني محضرتيه على الورق اللي محضرتيه على الورق هو تحصيل حاصل مفروض أنه موجود بعقلك وبفكرك يعني بس الأصغاء هو اللي بياخدك دايما أنت اللي بتحضر الحوارات أو لا في حدا بيساعدك دقاءة زادة يعني من الضيف من اختيار الضيف والاتصال بالضيف لأصغر تفصيل بالحلقة الجديد ما بيتدخلوا أبدا بمضمون الحلقة ولا بالضيوف ولا بالأسئلة ولا بأي شيء أبدا بيوسقوا فينا كتير و يعني ما مناخد إذن إنه بدنا نطلع هيدا الضيف لا منبلغ إنه هيدا ضيفنا يعني هل قد هل قد السقف عالب الجديد وحرية يعني بيعرف الجديد بيعرف قديش سقف عالب بيعرف إنه حدود السماء فيه السيسين ما بيطلعوا على الجديد هلا أحيانا البعض بيزعلوا إنه بياخدوا موقف بس ما بيطولوا كتير بموقفهم يعني بنهاية اليوم فيه صدقات بتجمعك مع السياسيين فيه علاقة علاقة عمل مباشر عمرا مثلا بالنسبة لي عمرا 16 سنة مع السياسيين مثلا بيزعلوا شوي بياخدوا على خاطرهم بتكون بياخدوا على خاطرهم من أعلامة بتكون مديرتنا مريا والبسام مثلا مقسي أعلامة عليهم بالمؤدمة أو بيكون شيء تقرير مش على زوقهم لأنه نحنا بالجديد اليوم لو كانوا أعز الأصدقاء لما بيكونوا عاملين خطأ سينتقدوا مين ما كانوا يكونوا يعني فينا ننتقدهم ما في حدا إله ما في حدا لا ينتقد إلا الله صحيح هدا كامل حالهم الله تمن انتقدهم يخبرونا تمن انتقدهم بس ما في حدا الله على الأرض يعني طالما هو ليس إله إذن ممكن انتقاده فمشان هيك بيزعلوا شوي أيام إنه إنه شو بيكون مفصومين إنه مبارح كنتوا عم تحكوا عنا بالمنيح اليوم عم تحكوا عنا عم تنتقدونا طبعا عم ننتقدك لأنه مبارح اللي عملته أنت كان كتير منيح اليوم اللي عملته هو خطأ بدي انتقدك مثل ما بدي امدحك وقول إنه أنت برافو على حق بدي انتقدك لمن أنت بتكون على خطأ فأحيانا بيزعلوا شوي بس إنه هنا ألتقاء بالنهاية يعني بيرجعوا بيرضوا بس ما يعني يلي بيكون مقاطع الجديد إذا في حدا مقاطع الجديد بيكون مقاطع لأسباب من هالنوع أسباب أو بيكونوا زعليني من شي تقرير آسي أو من شي كلمة آسي بالمؤدمة أو شي هيك بس عادة لا ما عنا عدوات السياسية بس تصناء الرئيس سعد الحريري ما بيطلع على شاشة الجديد مش لأنه الجديد بابدت لأنه هو أخذ موقف يمكن أنه ما يطلع على الجديد بس حتى الرئيس سعد الحريري بيعرف أنه لمن يخطئ هو رح يكون خلينا نقول هدف ولمن بيعمل شي مظبوط هو بيعرف كمان أنه رح يكون موضع يعني مش مديح بمفهوم المديح موضع خلينا نقول أنه برافو ليه ما بديو يكون مديح إذا مديح أنتوا ما بتمدحوا حدا ولا ما بتوصل معكم لدرجة النذيح مفهوم المديح ما بتعرف تمدح مريم البسام بس بتعرف لا لا كلمة ما بنعرف لا عم بقلك بنعطي الإنسان حقه كلمة مديح لأنه عبر التاريخ يعني شغل بلاط وصلاطين ونحنا منا من صحافة البلاط أبداً فمشان هيك يعني ما بحب استعمل كلمة مديح خلينا نقول كلمة الحق إعطاء الحق يعني حقه حقه لما بيكون شخص على صواب حقه أنك تقليله أنه على صواب وأنك تشد على إيده وتدعميه كمانا بس لما بيكون على خطأ بده يتقبل فكرة أنه نقله مثل ما قلنله أنت على صواب نقله أنت على خطأ هاي بتوافق على مؤدمة السيدة مريم البسام دايماً هاي المؤدمة اللي بتقولها بنشرات الأخبار لكتار أحب شي على قلبي أحب شي على قلبي أن أقرأ مقدمة مريم البسام بس هيدا ما بيعني أنه أنا بوافق دايماً على شو مكتوب بالمؤدمة بيجو بيقولولي كلا إذا بنا نحكي من الناحية المهنية الصرف ما في شي بالأخبار اسمه المؤدمات هي منا شي بروفاشنال ولكن الجديد امتازت بهذه المؤدمة هي هاي المؤدمة اللي عم بتساعدنا أنه هل قد نكون موضوعيين بأخبارنا ليش؟ لأنه الرأي السياسي للمحطة عم ينحط بالمؤدمة وهيدا شي بنقي كل شوائب اللي ممكن تقطع خلال النشرة ولا تقرير بتلاقي فيه انحياز أو بتلاقي فيه رأي شخصي أو بتلاقي فيه النشرة بتكون أخبار بير الرأي السياسي للمحطة والتوجهات سياسية للمحطة بتنحط بالمؤدمة فهي المؤدمة ممتصة هيدا شي لدرجة أنه ما بيمرو عنا أخطاء فادحة بالنشرة من نوع أنه تكون مبهرة ومملحة وحطة رأيك السياسي هيدا شغلة مثل ما قلتلك إياه بكونوا موافقة على مضمون مؤدمة إياه ما بكونوا موافقة على مضمون مؤدمة ولكن هيدا وظيفتي ومهمتي أنه أنا أقرأ هيدا المؤدمة بس إن كنت موافقة عليها وإن ما كنت موافقة عليها أحبش على قلبي أن أقرأ مقدمة مريم البسان في لزة في متعة لقراءة المؤدمة طبعا لأنه هيك قوية لأنه قوية ولأنه بتتطلب إذا بديك بتعملك تمرين لكل شي بتتطلب قدرات صوتية بتتطلب طبقات بتتطلب مخارج حروف بتتطلب تتعفى المؤدمة دايما بيصير كتير لعد على الكلام بيصير كتير أيام الآس الوقفة إلى معنى بالمؤدمة فهلقات حلوة منتعة منتعة قراءة بتقرؤها قبل ما تطلعوا فيها للنشراء أكيد 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 مش بس منقرأ نشراء يعني نحنا ناس منشارك بتحريض نشراء يعني مرنا أصلا لا هي خاصة المؤدمة كونكم مش أنتوا كاتبين لا طبعا 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 بعدين مريم البسان مرنا حدا هيدي المديرة السفار اللي ما بتقبل الرأي أيام كتير بهدله يمكن تكون هي مثلا أيام منفوتل عندها مثلا إنه مريم شو رأيك إذا هيدي كانت هيك بدل هيك أو هيدا ما بتمانع بتقول لها غيرية ما بتمانع يعني هالقد لينة وهالقد متفهمة وهالقد بتاخده بتعطي منا يعني مريم دايما بتحسسنا أنه هي صديقة وإخت أكتر من ما هي مديرة يعني أنا ما راح سينها مديرة صراحة هيدي المديرة بمفهوم الإدارة ولكن على قدر هيدا المحبة اللي عنا إياها على قدر ما عنا احترام لتوجهاتها لأراءة للشي اللي هي بتقرر هتكون ثقة فيها بكل الشي بتكتبو بكل الشي ممكن طبعا وهيد السوق متبادل مثل ما نحنا عنا ثقة فيها هي عندها ثقة فينا لما نحنا كمان مننتقل شي أو منطرح تعديل شي نعم بتحضر أخبار على غير محطات طبعا ترجمة نانسي قنقر رق Peach